هذه صور مخيفة من مقبرة لداعج خارج مدينة الرقة السورية في مقبرة جماعية عثر فريق الاستجابة الأولية التابع لمجلس الرقة المدني على خمس جثث وذلك يوم الأحد في الثلاثين من يونيو لمن هذه الجثث؟ ما نعرفه أنهم ذكور يرتدون ملابس برتقالية أو ما يعرف ببدلة إعدامات جميعهم قتلوا بطلق ناري في الرأس وكلهم مكبلوا الأيدي هذه علامات واضحة تشير إلى أن هؤلاء الرجال كانوا رهائنا أعدمهم داعش لقيانا أكثر من مئة جورة هذه الجورة حفر عبارة عن حفر تتسع لخمسة أو ست أشخاص في كل حفرة لقيانا بارحيات نحن بثلاثين ستة ألفين وتساطاش كان خمس أشخاص هم معدومين إعدام ميداني عرفناهم عن طريق اللباس البرتقالي أيضا مكبلين الأيدي من الخلف تقرير الطبيب الشرعي أنهم معدومين بالرصاص من الخلف نحن في معسكر الطلائع وهذه المقبرة هي الرابعة عشر التي يتم الكشف عنها والتطقيق فيها في الرقة وريفها بعد هزيمة داعش ولكنها المرة الأولى هنا في مقبرة الطلائع التي يجد فيها فريق تتسع لحظة البحث أجسادا مرتدية بدلات برتقالية اللون التفاصيل صراحة مي ثابتة ما نقدر نعطي لكن هما مهمين ليش مهمين لأنه نحن نعرف سابقة نحن عصرنا المرحلة السابقة اتشانهم ينعدمون اللبسون برتقالي هم مهمين يعني يكونون هما على قدر من الأهمية يسوون بهم إصدار ويعدمونهم يعني في احتمال يكونوا صحفيين أو أجانب؟ صراح احتمال وارد ما نقدر نحدد لكن ممكن بعثات دبلوماسية أو ممكن صحافة يعني كل الاحتمالات مفتوحة ومن المعلوم أنه خلال سيطرة داعش على أجزاء من سوريا والعراق اختطف التنظيم بعض الناشطين والمواطنين السوريين والأجانب المعروفين جدا قبل عام ونصف العام بدأ مجلس الرقى المدني المهمة الصعبة المتعلقة بالبحث والتنقيب في المقابر التي خلفها داعش لمعرفة هوية الضحايا فيها رائحة الموت تنبعث من المكان وهذا ما يجذب الذباب إليه عثر حتى اليوم على أربعة آلاف وستمائة جثة في الرقى وريفها وتم التعرف فقط على هوية ثمانمائة شخص من قبل عائلاتهم هناك أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة جثة مجهولة الهوية وتفتقر السلطات المحلية لمختبرات طبية لفحص الديان اي لتحديد هويتهم يعتقد أن هذه الجثف تعود إما لمقاتلي داعش أو لمدنيين سوريين قتلوا في قصف طائرات التحالف أو ضحايا قتلوا على يدي داعش وبما أن مجلس الرقى المدني لا يحصل على أي مساعدة دولية لإجراء اختبارات الحمض النووي سيكون من الصعب للغاية تحديد هوية الأشخاص الذين دفنوا في هذه المقابر جينان موسى أخبار الآن الرقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر